بعدما أثارت تقارير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن جدلا واسعا بشأن المغالطات التي احتوتها كشفت بعض الأسرار التي تقف وراء الانحياز للميليشيات الحوثية تقرير صادر من مركز دراسات جرائم النظام الإيراني رفع الستار عن انحياز بعض موظفي الأمم المتحدة في اليمن إلى جانب الحوثيين وكشفت تقرير عن تفاصيل تبين صلة هؤلاء الموظفين بالجماعات الموالية لإيران انحياز عدد من تقارير الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية في اليمن ليس محل شك بل حقيقة فموظفان الرئيسيان سهما في إعداد تقارير للمنظمة الدولية تضمنت ادعاءات مغلوطة عن التحالف العربي لهما صلاة مباشرة ومعروفة مع الثالوث الموالي لإيران حزب الله والحوثيين وقطر الموظفان هما حسب تقارير صحفية مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن جورج خوري ومديرة فريق خبراء الأمان العامة للأمم المتحدة في اليمن رويد الحاج إلى جانب أحد معارفها ويدعى طاهر بوجلال فجورج خوري حسب التقارير كان أول موظف للأمم المتحدة يلقي كلمة أمام تجمع هتف بالموت للولايات المتحدة قبل عامين في تجمع لزعيم الجناح السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي ووفقا للتقارير لم يكتفي خوري بإلقاء الكلمة بل أتبع بيانه بابتسامة وعانق قادة من الحوثيين كما قدم خوري تصريحات حصرية تعكس أراء سياسية لوسائل إعلام إيرانية أما اللبنانية رويد الحاج المقربة من حزب الله فكانت تستعد لتولي رئاسة فريق خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن لكنها للمفارقة اختارت بيروت حيث تسيطر ميليشيا الحزب مقرا لفريق الخبراء بدلا من اليمن غير أن الأخطر من ذلك وذلك بحسب مصادر في الأمم المتحدة فإن أحد التقارير المنحازة ضد التحالف العربي والذي كتبته الحاج نفد تحت إشراف حزب الله والحوثيين وطاهر بوجلال الذي يعمل في قطر كمستشار للحكومة في مجال حقوق الإنسان ووفق التقرير فقد استغلت قطر بوجلال للتأثير في التقرير باستخدام صلاطه الوثيقة مع الحاج التي تعتبره مرشدها الروحي بوجلال حسب المصادر ساهم شخصيا بوضع عبارات في التقرير تهاجم التحالف العربي كما تعاون مع الحاج في حذف وتجاهل تقاريرا ميدانية كان من المفترض أن تشكل جوهر المسح الشامل للأوضاع في اليمن معطيات وأدلة يقول القائمون على التقرير بأنها ستمثل فضيحة من العيار الثقيل للأمم المتحدة في حال قررت المنظمة الدولية التحرك وفتح تحقيق شامل بالأدلة التي أوردها هذا التقرير معنا الآن من الرياض أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العساف مساء الخير دكتور عبدالله مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني لافت هذا التقرير الذي يكشف النقاب عن خلفية بعض هؤلاء الموظفين والمسؤولين في وكالات الأمم المتحدة المختلفة الذين يقومون على إعداد هذه التقارير وصلاتهم وخلفياتهم وتوجهاتهم السياسية وكيف تؤثر على هذه التقارير التي يضعونها أولا ما الذي يمكن القول بهذا الشأن فيما يتعلق بالتقرير الأخير الذي صدر عن الأمم المتحدة في اليمن أولا مساء الخير مهند أنا في اعتقادي اليوم طبعا الأمم المتحدة دخلت في غيبوبة طويلة الأمد ليس من الآن وليست هذه المرة الأولى التي يصدر مثل هذا التقرير المنحاز والصادم لكل إنسان وكل موضوعي وكل إنسان صادق ومنصف باتجاه التحالف كان هناك إنحياز لا شك أنه حتى لو لم يعرض هذا التقرير الذي حضرتك أشرته قبل قليل في اعتقادي وجميع من يطالع عليه يعتقد أنه كتب من جهة واحدة كتب في كهوف مران أو كتب من دسك التحرير في الضاحية الجنوبية لبعض القنوات المعادية أنا في اعتقادي مرة أخرى أن هذا التقرير يضاف إلى سواءات الأمم المتحدة وانحيازها وعدم قدرتها على ضبط تفرعاتها والمنظمات الصادرة أو المتفرعة عنها فهي بحاجة مرة أخرى إلى تقويم وتقييم هذه المنظمات الفرعية الصادرة عن الأمم المتحدة وما يصدر عنها من أعمال هناك انحياز واضح هناك إغفال للحقائق هناك تضليل للرأي العام هناك مغالطات مكشوفة لم تصدم الشارع اليمني فحسب بل صدمت العالم صدمت كل منصف صدمت كل صادق لأغفل التقرير السبب الرئيس لوجود هذه الأزمة اليمنية وهو انقلاب الحوثي على الشرعية أغفل كثير من الحقائق الموجودة أيضا المفردات المستخدمة والتي تم توظيفها في هكذا تقرير هي صادرة من الحوثي مثل فرض الأمر الواقع وغيرها من الألفاظ التي يفترض أن تكون حيادية ومنصفة بين الطرفين هناك تقرير كبير جدا سلمة لهذه اللجنة ولهذه المنظمة من قوات التحالف موثقة بالأدلة وبالصور الحية وبالشهود وبأسمائهم وبالمناطق أيضا التي يسيطر عليها اليوم الجيش اليمني ولكنها لم تعرها أي اهتمام لم تدرجها في التقرير التي قدمها إلى الأمم المتحدة هناك تبييت لنية معينة وهي ما حصل الآن وافتضح أمام العالم أن هناك اليوم محاولة للتضليل وتشويه سمعة التحالف بالافتراء عليه أيضا القصص الإنسانية اليوم المعاناة الاختفاء القسري تجنيد الأطفال اختطاف النساء السيطرة على المصارف وسرقة البنوك المركزية زراعة الألغام وما يجري في الحديدة أيضا لم يتم التطرق له من قبل التقرير أيضا في المقابل العمليات الإنسانية الضخمة التي تقدمها السعودية والإمارات أيضا لم يتم التطرق لها إذن مثل هذا التقرير هو تقرير منحاز وكتب على دسك تحرير أحد القنوات في الضاحية الغربية ولكن عندما تتحدث دكتور عبد الله عن نية مبيتة وتضليل ما مصلحت الأمم المتحدة في هذا الأمر لماذا برأيك الأمم المتحدة تنحاز وتأخذ طرفا في نزاع هي من المفترض أن تلعب دور الوساطة في حله نعم لأن أولا الأمم المتحدة ربما ذكرت أنها بحاجة إلى تقييم وتقويم عمل وكالاتها الفرعية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة هذا أولا وهي لم تقم بهذا انتقائية الموظفين لم تعرف خلفية الموظفين الذين يعملون في الأمم المتحدة وانتماءاتهم وأنهم مؤدلجين ويعملون لحساب قوى وانتماءات حتى اليوم أصبح أن الحوثي يختارق نيويورك ويوجد في وسط نيويورك لوبي حوثي يدافع عن الحوثي سواء ممول قطريا أو غيره إذن اليوم هذا أحد الأسباب ومن الأسباب الأخرى أيضا الدول الخمس الكبار المسيرة للأمم المتحدة أيضا لديها مصالح متقاطعة في المنطقة ولديها أهداف كبيرة الأمم المتحدة لم تدخل في تاريخها في مشكلة وتنهيها أو تحلها كما يجب لكنها تعقد المسائل أنا أعتقد مثل هذا التقرير لأهداف سياسية ربما الهدف السياسي الأبرز الآن وهو مساواة الجلاد بالضحية جعل الحكومة الشرعية في مقعد مساوي للانقلاب الحوثي وهنا أيضا مساواة لللص مقابل الشرعية اليمنية أيضا تمهيد ووضع أرضية لما سيحدث في جينيف من تنازلات سياسية وضغط على الحكومة اليمنية لأنها تجلس مع ند وخصم مماثل لها اليوم في القيمة كل هذه أعتقد أن هناك تسوية تجريها الأمم المتحدة أو من يسير الأمم المتحدة للضغط على الحكومة الشرعية للقبول بالميليشيا الحوثي كممثل وكطرف قوي وند للحكومة الشرعية اليمنية وبالتالي لا يمكن إجراء أي تسوية سياسية في المستقبل القريب أو البعيد إلا والحوثي يكون شريك فيها لأن الحوثي اليوم هو أيضا ينفذ أجندة خاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تخدم مصالح بعض الدول العظمى طيب سأسألك عن جلسة جينيف دكتور عبد الله التي يبدو أنها تأجلت غدا بسبب موقف اتخذ الفريق الانقلابي بعدم الذهاب لأسباب معينة غدا ولكن قبل ذلك فيما يتعلق بموظفية الأمم المتحدة يعني قد يكون مفهوما إذا كان هناك موظفون محليون تابعون لوكالات الأمم المتحدة من اليمن مثلا قد يكون هناك ضغوط عليهم من الطرف الانقلابي ولكن أن يقوم يعني موظفون كبار أولا غير يمنيين وربما يعني يحملون رتب عالية في الأمم المتحدة أن يكونوا بهذا الانحياز في هذه التقارير على ماذا يدل ذلك برأيك؟ يدل على أن الأمم المتحدة أولا لا تدقق في العاملين تحت مظلتها وبشكل كبير أنها تختار أناس مؤدلجين ويعملون لمصالح خاصة أن الفساد ينخر في جسد هذه المنظمة الأممية وبالمناسبة هذا ما أشار إليه الرئيس ترامب ومن على منصة الأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين أيضا الأمم المتحدة لديها أهداف خفية ولذلك يتختار أطراف معينة أو موظفين يحملون عداء لطرف آخر وتبرزهم في تقاريرها وفي منصاتها الإعلامية والرسمية وتعتمد على تقاريرهم بأنها تقارير نهائية وتقارير قائمة على الصدق والموضوعية دون نظر الأطراف الأخرى إلى أن هؤلاء يعملون لصارح أطراف أخرى سواء علنية أو خفية تم اختراقهم تم شراءهم بالمال سواء المال القطري أو ضغوطات من حزب الله أو ميول إيديولوجية لحزب الله أو للحوثي أو لغيرها هناك أجندات يعملون تحتها وبالتالي يجب أن يعمل أي موظف للأم المتحدة بالنزاهة أن يكون ولاءه وأخلاصه لهذه المنظمة الأممية دون اليوم أن يكون مصنوعا إيديولوجيا لمنظمة أو خاضعا لمن يدفع له الرشا والمال وبشكل كبير من قبل بعض الدول الإقلامية أنا أتحدث عن قطر خصوصا في المال القطري اليوم هو مستشري والمال القطري فاحت رائحته وبشكل كبير ليس في أروقة الأمم المتحدة بل في كامل العالم الغربي طيب فيما تعلق بجلسة جينيف دكتور عبدالله المتعلقة باليمن والتي دعا إليها المبعوث الخاص كان من المفترض أن توقض هذه الجلسة غدا ولكن يبدو أن الطرف الإنقلابي سيتأخر لسبب من الأسباب ما الذي نتوقع من هذه الجلسة وخاصة أنها جلسة كما وصفها السيد جريفث بأنها جلسة أولا مشاورات والهدف منها هو في نهاية المطاف بناء الثقة وليس أكثر يعني لماذا هذا السقف المنخفض لأجندة هذه الجلسة أولا أن الطائرة الخاصة التي ستقل ميليشيا الحوثي صدرت لها التصاريح لم يوجد أي عائق لكنهم هما يعملون اليوم وفق العقلية الفارسية والإملاءات الإيرانية بمحاولة تأخير الجلسات محاولة تمديد الوقت كل هذا نوع من أنواع الضغط النفسي على الحكومة الشرعية هذا أولا ثم الرسالة السيئة التي أطلقها اليوم المبعوث الأممي مارتن جريفث بأن هذه مجرد جلسة تعار أقرب ما تكون لأشبه جلسة تعارف أو جلسة شاي يجلسون عليها إذن لا قيمة لهذه الجلسة نتوقع وكنت أتمنى ألا تذهب الممثل الحكومة الشرعية إلى جنيف مدام التمثيل أو مدام المستوى منخفض إلى هذه الدرجة الحوثي جربناه أكثر من مرة تسعين يوم في الكويت لم يحمل أي مشروع وليس لديه أي رؤية لأن ما يملأ عليه من إيران هي المتحكمة فيه وبالتالي هو لا يستطيع الخروج عن هذه السياسة وبالتالي يجب عليه أن يقاتل حتى آخر مقاتل في اليمن لتمكين النظام الإيراني وبسط نفوذه على الأرض اليمنية هذا أولا ثم لمحاولة الضغط على الحكومة اليمنية حتى تستسلم نحن نعرف أن إيران تعمل بالنفس الطويل وبنفس حائق السجاد فبمحاولة مقاربة مرة أخرى ما بين الحكومة اليمنية الشرعية وما بين الميليشيا الإنقلابية لتصبح ممثلا شرعيا تمتلك عدد كبير من المقاعد في الحكومة وفي البرلمان اليمني رغم قلة تمثيلهم العددي إلى السكان اليمنيين وبالتالي هم يحاولون اليوم الضغط النفسي وبشكل كبير يحاولون اليوم قطع الطريق على الحكومة الشرعية حتى تمل وتسلم بالأمر الواقع وهم ما يبحثون عنه وبالمناسبة مصطلح الأمر الواقع هذا مصطلح يستخدمه الحوثي وبشكل كبير واستخدم التقرير أكثر من مرة وكما وصف أيضا مرة أخرى من المعيب في التقرير أن يوصب زعيم الميليشيا بأنه زعيم الثورة وتوصف الحكومة الشرعية بأنها ميليشيا وبالتالي قلب الحقائق كل هذا معيب في حق الأمم المتحدة وفي حق اليوم المبعوث لو كان المبعوث الأممي اليوم لديه قناعة بما يحدث فعليه الاستمرار لكن إذا ليس لديه قناعة عليه أن ينفض يده من هذه المهزلة التي اليوم تجري في اليمن حتى لا يكون هو شريكا في صنعها وفي الإشراف عليها وفي الشهادة عليها شكرا جزيلا لك الدكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود كان معنا مباشرة من الرياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر